اهلا بكم في حلقة شهرية جديدة من برنامج بريس تونس طيفتنا هي عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس اهلا وسهلا بك اهلا بك وشكرا على الاستضافة ما رأيك نبدأ معك ببورتري حتى على الاقل يتعرف عليك المشاهد بورتري لمحمد فرحات عبير موسي شخصية تثير الكثير من الجدل في الأوسط السياسية التونسية تدرجت في العديد من المناصب داخل حزب تجمع الدستوري المنحل رغم الثورة تستميت في الدفاع عن الرئيس الأسبق زين العبدين بن علي تشغل منصب رئيسة الحزب الدستوري الحر استبقت الجميع بنية الطعن في الانتخابات القادمة قبل أجرائها وتشكك في استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موسي تنتقد ما أسمتهم أطرافا مشبوهة ستشارك في الانتخابات القادمة هذه الأطراف متهمة على حد قولها بتكوين جهاز سري ومرتبطة بالإرهاب وبتسفير الشباب إلى بوار التوتر وتستفيد من التمويلات الأجنبية لا يغفى عن أحد أنها تتحدث هنا عن حركة النعضة من ثوابة الفكر البرجيبي مناهزة ومعادات الفكر الإخواني إذن اليوم اللي تقولي أنا ما نجمتش نتأقلم مش أنا ما نجمتش نتأقلم أنا نرى قدامي في طرف غول جاء للبلاد قاعد من لول وراء وجهه الحقيقي شوية وحكم حكم في عامين وثلاثة رينا الاغتيالات السياسية رينا الدم رينا ذبح الجنود رينا سمحني رينا المدارسة اللي تحكي عليها رينا الخيمات الدعوية رينا تسفير شابابنا البحر التوتر انتقادات شديدة لعبير موسي ولحزبها الدستوري الحر حزب يسعى للفوضى بحسب البعض ويفتقر لبرنامج يخدم الدولة لكنها ترد أن لحزبها برنامج اقتصادي واجتماعي شامل شارف على الانتهاء من سياغته يتضمن مخططا لإنقاذ عام سيطرح في الحملة الانتخابية أول نقطة في هذا البرنامج هي تخلص البلاد من النظام السياسي الذي فكك السلطة والدولة وأضعف السلطة التنفيذية إلى جانب تطهير المشهد السياسي من الأحزاب ذات المرجعية الدينية والأحزاب المرتبطة بأجندات أجنبية وهو ما من شأنه أن يوفر المناخ السياسي للإصلاحات على حد قولها لك تعليق على هذا البورتري لا تعليق جميل جميلة نعم لا يوجد ولا اعتراض على المضمون المضمون أقبله في إتار قبول رأي المخالف لكن جميل في كل حالات ديمقراطية طبعا جدا طيب الآن بالصور كل صورة أطلب منك التعليق على الشخصية التي ترينها في الصورة رئيس للأسف الشديد فوت على تونس فرصة منذ خمس سنوات أن نتخلص من تبعات منظومة الربيع العربي التي دمرت المنظومة الوطنية فوت على التونسيين فرصة المرور إلى جمهورية أخرى والمرور إلى مرحلة أخرى من النمو ومن الرفاه واليوم نحن بصدد تدارك وتليفي وتصحيح المسار الذي تسبب فيه ألبيجي قائد السبسي بخيانة نخيبه حافظ قائد السبسي حافظ قائد السبسي نرى الصورة ننتظر صورة حافظ قائد السبسي نرى الصورة في الواقع ليس لدي تعليق محدد لكن وجود حافظ قائد السبسي وكل ما يقال حوله وكل ما يتعلل به الكثيرون للخروج من نداء تونس نظراً لوجوده هو يندرج في إطار المشهد السياسي الذي يستند إلى مرسوم أحزاب أفقد مفهوم الحزب من معناه اليوم ليست لنا مفاهيم حزبية هناك تنظيمات تتشكل ربما شركات خفية الإسم تتشكل لمن يقودها ليس بالضرورة سياسي وليس بالضرورة له خبرة سياسية للأسف الشديد ينفخ فيها ربما الأعلام وتصبح تشارك في الانتخابات وهكذا دواليك ومن ضمن برنامجنا هو تصحيح مسار المشهد السياسي لإعادة الاعتبار لمفهوم الحزب بما يحمله من هوية ومرجعية وانضيبات ومناظلين ورؤية مستقبلية وتأثير لرأي العام للتمكن من حكم البلاد أو من معارزتها نفس الشيء ربما نرى الصورة هذه المرة مباشرة منظر زنادي أيضا فوت على نفسه العديد من الفرص شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة